تفاصيل أكثر عن سير المعارك الآن وسائل الخير سيد كما تلاحظ خلفي نحن على مقربة من المدينة القديمة وبالضبط خلفي هنا كنيسة الأحزان التي هي تلي جامع النوري ومن هنا كنيسة شمعون التي ذكرتها في متن الخبر قرب هذه الكنيسة بمسافة تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تحرير ما يقرب من 30 شخصا كانوا محتجزين لدى داعش بعد أن تمكن قوات الاتحادية من الوصول إلى هذا المكان وأيضا في منطقة باب جديد تمكنت الشرطة الاتحادية من تحرير 60 عائلة كانوا تحت سيطرة مجاميع داعش كما تمكنت قوات المدفعية قبل قليل من قتل ما يقرب من 80 من مجاميع داعش قوات جهاز مكافحة الإرهاب الآن ما زالت تمشط المناطق من الجهة الشرقية قريبة هي صارت الآن بمسافة 50 مترا عن جامع النوري والمنارة الحدباء في حين تتقدم قوات الشرطة الاتحادية في هذا المحور الذي تلاحظه خلفي مباشرة وهي الآن بمسافة تقرب 200 متر جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تحرير 11 ألف من الأهالي في المحور الشرقي في حين تستمر قوات الشرطة الاتحادية في عمليات التحرير أيضا هناك 15 طائرة مسيرة لدى الشرطة الاتحادية طوال النهار تستكشف مناطق تواجد داعش نلاحظ أيضا قصف متواصل لطيران التحالف الدولي وقصف أيضا متواصل للطيرات العراقية في هذه المحاور عموما القتال ما زال متواصل حتى هذه اللحظة تحاول الشرطة الاتحادية التقدم بعمق نحو المدينة القديمة التي لم يتبقى منها سوى كيلو متر ونصف طولا و500 متر عرضا نعم طيب المتحدث في اسم الشرطة الاتحادية قال إن هذه المعارك يعني ربما تنتهي قبل حلول العيد عيد الفطر هل هذا متوقع في ضوء ما ترى؟ يعني حتى الآن سيد حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة هناك هروب للعديد من مجامع داعش هروب نحو السراديب في داخل المنازل هناك محاولات للهروب عبر النهر إلى الجانب الأيسر ورصدتها قوات شرطة الاتحادية وتمكنت من قتل العديد منهم هناك على ما يبدو حالة من الانهيار في داخل مجامع داعش إلا أن من تبقى ليس أمامهم خيار إلا الانتحار لأن لا توجد هناك مسالك للهروب لديهم نعم فلاحة ذهبي مدير مكتبنا في العراق كنت معنا مباشرة نحن نتابع هذه الصور للمعارك الدائرة الآن في الموصل القديمة خصوصا في البلدة القديمة كنت معنا من هناك فلاحة شكرا جزيلا لك ويعني نرجو منك أن تنتبه على حالك في هذه الأجواء الخطرة ترجمة نانسي قنقر